السلام عليكم و أهلاً وسهلاً بكم أعزائي في هذا الفيديو القصير الذي سأجيب فيه على السؤال كيف يمكن لك الاسترخاء العقلي وممارس التأمل في ثلاث خطوات فقط أعزائي الاسترخاء العقلي والتأمل هو شيء رائع وليس فقط ضروري القيام بالإسقاط النجمي بل هو مفيد للعقل والجسد هناك العشرات من الدراسات العلمية التي تثبت هذه الفوائد وهذه الفوائد تشمل الكثير من المجالات أهمها تخفيض التوتر وضغط الدم الحصول على تركيز أفضل وزيادة الطاقة وزيادة السعادة في حياة الإنسان هناك الكثير من التقنيات والإجراءات التي وجدتها على الإنترنت لتعليم التأمل ولكن في أغلبها تكون معقدة هنا سنغطي الصورة الأبسط للتأمل والتي أستخدمها بشكل شخصي قبل التأمل يجب أن نقوم بتهيئة المكان والوضعية الجسدية المناسبة بالنسبة للمكان يجب أن يكون مكان نظيف وخالي من الضوضاء والرطوبة والروائح كما يجب أن يكون جيد في التهوية والإنارة يجب أن تمارس أو يفضل أن تمارس التأمل في بيئة طبيعية مرتين يوميا على الأقل في كل مرة تكون الجلسة نحو 20 دقيقة بالنسبة للوضعية الجسدية فأي وضعية جسدية مريحة لا تسبب الألم أو التوتر أو التشنج في العضلات هي وضعية مناسبة بالطبع يجب أن تغمض عينيك طوال فترة التأمل إذن لنبدأ في الخطوات الثلاثة للإسترخاء العقل والتأمل الخطوة الأولى هي تعميق الأنفاس أخذ أنفاس عميقة قدر الإمكان لنحو دقيقة من الزمن تنفس من الأنف وإخراج الهواء من الفم بعد ذلك تقوم بتعديل الأنفاس إلى النمط الطبيعي بحيث يتساوي الشهيق مع الزفير يجب أن تكون واعي ومركز في كل شهيق وزفير التنفس الصحيح هو الذي يترك أثر على السرة خلاله يجب أن تشعر بتمدد السرة ولو قليلا خلال الشهيق وأنك يماشها للداخل ولو قليلا خلال الزفير إذا كنت تشعر بألم في الصدر فهذا يعني بأنك تأخذ أنفاس بعمق زائد الخطوة الثانية هي التركيز على العين الثالثة ويمكن ممارسة هذا التركيز من خلال التنفس العميق طوال وقت التنأمل عندما تشعر بأن الأفكار تزاحم أغلك يمكن لك أن تقوم بالتركيز على العين الثالثة يمكن لك أن تتدرب على هذا التمرين قبل ممارسة التأمل وهو تركيز على العين الثالثة من خلال وضع طرف إصبعك بين الحاجبين ومحاولة النظر إليه ثم أغماض الجفون ولكن مع إبقاء العينين في ذلك الموضع هذا الموضع وهذه الوضعية الخاصة بالعينين هي التي يجب عليك أن تحافظ عليها خلال التأمل ولأطول فترة ممكنة ستشعر بأن هذه الوضعية تريح العقل وتساعدك فيها التأمل بشكل أفضل عندما تريد التركيز على العين الثالثة خلال التأمل فقط أغمض عينيك وقوم بتوجيهما إلى تلك الوضعية ولا تضغط كثيرا على العين الثالثة لأن هذا يسبب الصداع في حالة تطرف في استخدامها الخطوة الثالثة هي المؤكدات خلال التأمل قد تحتاج إلى ترديد المنترا أو أي نوع من المؤكدات العقلية التي تساعدك على زيادة درجة استرخائك العقلي والتعمق أكثر في التأمل خلال الزفير فقط قم بترديد كلمات مثل استرخاء 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 وهكذا في الغالب هذه الإجراءات تكون كافية تماما لتحقيق درجة استرخاء عميقة لديك هذا كل شيء يتعلق بالتأمل في ثلاث خطوات فقط أتمنى أن يكون هذا الفيديو قصير عجبكم وألقاكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر